شباب قاسفين على التأخير بس قولة سنة وهي اللي عاملة مشاكل بسبب الامتحان وبالي امتحانكم كده يا رب. هانت هانت هانت. هانت ده احنا خلاص اهو قربنا اهو. طيب. براحك يا جماعة اه احنا النهاردة ان شاء الله عندنا حصة بعنوان كلمة مستر ما احنا واخدينها قبل كده. انت اخدت اللي بتاعتها. يعني اخدت الابزوبشن اخدت النهاردة بقى جماعة هتدخل في البروزيس نفسها بتحصل ازاي. فاركز كده حضرك بالراحة. احنا عندنا جماعة الاول اللي لها امبورتنس. يعني امبورتنس يا مستر الاهمية بتاعتها. عندك اربع اهميات موجودين قدامك على البورد. نومبر ون يعني الحصول على الطاقة. نومبر تو سورس اوف فود. نومبر سري كوني مكلايف. نومبر فايف دي فيود. دعا ناخد واحدة واحدة كده بالترتيب نشرحها. اوبتنينج انرجي يعني ايه? يعني اي طاقة موجودة يا جماعة على اير سيرفس اساسها الصان لايت. ازاي? بالبلد كده ايه اللي موجود قدامك ده? بتعمل ايه? فوتو سينس بروسوس. طب بعد ما تعمل فوتو سينس بروسوس هتكون جواها شجر اللي والكاربوهايدريت او روتين او ليبت. الحاجات دي جماعة بالبلدي هتدخل بقى فين? يا اما في اكل حضرتك. يبقى هتتحول لكيميكا الانرجي جوا جسمك. يا اما في اكل حيوان فتتحول لكيميكا الانرجي. يا اما الخطوة التالتة ان النبات يموت. ولو النبات يموت يا جماعة. هيبقى السورس او فيول. يعني لو جيت سألت حضرتك. الفيول اللي والبنزين اللي بتحط في العربية ده جاي منين? تفضل يا حداد. من كائن حي ميت سواء بلانت سواء انيمال. ايا كان. طب الانيمال جاب اكله منين? من البلانت. تمام? لو طورت كده هتلاقي اي حاجة? هتقول لي يا مصر انا باكل بس ايه لحمة وفراخ. ما هو اللحمة دي اللي هي كانت كاو. الكاو كان واكل ايه بلانت. طب باكل فراخ. ما هو الفراخ ده باكل ايه بلانت. يبقى انت حتلاقي ان الانرجي كلها مرتبطة بالشكل اللي قدامك ده. اللي هو عبارة عن ايه? ان السونلايت هي مصدر كل الطاقات. تمام يا جماعة? تبقى فاهم الحاجة رايحة الفين? نومبر تو عبارة عن ده اللي احنا قلناه خلاص. نومبر تو جماعة هي السورس اوف اكسجين. مصدر الاكسجين. ان حضرتك النبات بياخد السونلايت وفي وجود الكربون دايكسيد جاز. والووتر بلاس ايه زودناها? مينرال ايه? اللي احنا اخدناه المرة اللي فات. ما لها يا مستر? تطلع الاكسجين جاز معه? الشوجر. تطلع ايه? اكسجين جاز مع الايه? مع الشوجر. صح صح كده? الايكونيماك لايف اللي هي عبارة عن الحياة الاقتصادية. لو بصيت له كل مجمل حياتنا يا جماعة مرتبطة بالايه? بالفوتوسينس بروسس. ان حضرتك النبات ممكن يديك فيبرز اللي هي الهدوم اللي حرك لبسها. مستر انا لابس مش عارف ايه يا حضرتك. كله لو وصلته. هتلاقي ان لازم على الاقل يبقى فيه خط. الخط ده كان قطنة او كتان. ده نبات. فاهمين يا جماعة? حضرتك الانيمال فيبرز. هتقول لي يا مستر ونمالي. الجزمة الشبشب. الحاجة اللي انت لابسها. دي كانت عبارة عن حتة جلد. كانت في كائن في حيوان. كالنبات جاب الانيرجي بتاعته من النبات. يبقى الفوتو سيسس بروسس هي اساس الايكونيمك لايف. هي اساس سورس اوف اوكسجين. هي اساس الانيرجي. بص كده حضرتك. الفيول انجين. زي ما قلنا. كل حاجة دلوقتي مرتبطة بالسان لايت. السان لايت يديه للنبات. فالنبات يديه للحيوان للانيمال. فالانيمال يموت. فيتحول على شكل فيول. طبعا احنا رجعنا دلوقتي للاساس. ان فيه ناس دلوقتي بتستخدم مين دايريكتلي? الصن. اللي هي السولار انيرجي. تمام? صح صح معنا. دي شرحناه خلاص. اللي هي السورس اوف اوكسجين. حاجة صعبة شباب. دي الامبورتنس اوف. فوتو سنسز بروسس. هتلاقي كده عبارة عن مقدمة. انت لازم تبقى عارفها. سورس اوف اوكسجين الفيول الانيرجي. ايكونومك لايف. الماتيريال ريكويرد. تعال كده مفق الاكواشا. هو انت محتاج ايه عشان تعمل فوتو سنسز بروسس. محتاج ايه جاز? سي او تو. يتحد مع ايه? مع الووتر. في وجود مين. المينرال سولت. يحصل الفوتو سنسز بروسس. اللي بتعتمد على مادة الكولورفيل. تديك الجلوكوز اللي لسه قيله حتى مع سينير وان. سي سكس اتش اتش اتوالف او. سكس. ويطلع مين? اوكسجين جاز. طب ميستر. هي الحاجات دي? لها تفنيتة تانية? اه. انت اخدتها بقى جماعة كاملا. هل المينرال سولت كلها واحد? لأ. كان عندنا جروبز. من شاطر يفتكرهم. ان او سري. اس او فور وي. بي او فور. من شاطر يقول لي دول بيعملوا ايه? دول الفوسفور. بيعمل ايه? حد افاكر. الانيرجي كومباوند. الاتب والادب. الايرن. تفضل اي بقول له. اه بيدخل بتاك كو انزيمز تعملات الكو انزيمز تمام. الماجنزيم. حد فاكر الماجنزيم. بيخش في تكوين الكولوروفيل. حد فاكر رمز الكولوروفيل يا جماعة. رقم كبير مجاعلس كده. هنتخنقوا مع بعض شكلنا. سي ففتي فايف. اتش سيفينتي تو. او فايف. ان فور ام جي. وركز الرمز ده انت عايزه النهاردة. الرمز ده انت عايزه النهاردة. طب ده رمز اهن واحد فيهم. ده جماعة اسمه الكولوروفيل ايه? لان انت عندك نوعين من الكولوروفيل اللي خد بالك. صح صح? اللي انت قلته ده جماعة اللي هو اللي قدامك ده. اللي احنا خلصناه خلاص. لو جيت قلت لك ايه المكونات اللي انت محتاجها? تقول لي الووتر. الووتر دي عبارة عن الهايدرجن نيدد. فيها الهايدرجن اللي حيتحد مع الكربون دايكسيد جاز. ركز كده اللي اللي عليك يا يوسف. بسعيطر. الهايدرجن يتحد مع الكربون دايكسيد جاز. يديك الجلوكوز. number two. الكربون دايكسيد جاز اللي احنا قلنا هيدخل في تكوين الجلوكوز. المنرال سولت وضحناهم. نايتريت وفوسفيت وي. سلفيت. اللي بيحاول الكربوهيدريت لبروتين. الفوسفورز اللي بيخش في مكونات الايه الانيرجي. الماجنزيام اللي بيخش في تكوين الكولوروفيل. الايرن اللي بيشتغل كأنه كونزاين. البرودكت. ايه اللي حاجات اللي بتخرج? حاجتين. number one. بلدينج اوب بروتين. طبعا مش في كل البلانس بروتين. في بلانس بتعتمد على تكوين كاربوهيدريت بس. لكن اغلب النبات بتحاول تكون البروتين عشان تبني نفسها. produce the energy. ان النبات لما هيكون الشجر يحرق يدي النفسه طاقة. number three. formation of starch. وطبعا اهم حاجة number two. اللي هو مهم جدا لينا. ان formation of a gas. what happen if there isn't oxygen gas. ايه اللي حيحصل? اللي فول ايه? let's stop. طب نسبة الoxygen gas. قالك دي ممكن انا عحسبها. كاريت للفوتو سنس. بمعنى النبات بيطلع كمية اكسجين معينة. say in مثلا. لو عدت نفس التجربة بنفس الاضاءة وطلع 15. يبقى اقول the activity of the plant increase ولا decreased. increase. زادت. نشاط الplant زادت. ليه? لان انت لما اديته نفس الاضاءة. ايه اللي حصل اديك اكسجين اكتر? طب في رأيك بقى لو غزته باضاءة اكتر واكتر 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 كمية الاكسجين اللي هيحصلها? هتزيد. عشان كده من الافضل النباتات الضوئية تحطها في ضوء عالي ولا قليل? عالي. انا ما بتكلمش عن النباتات الظل. في حاجة اسمها شادت بلانت. لكن النبات العادي خالص. خالج جبت الشجرة من الشارع حطتها في الصالة. هلها هتعيش? ليه? مناعت عندها اللايت. الوالسان لايت. اه. يبقى الريت. البوذشن بقى جماعة. المكان. حد يفتكر احنا بنعمل الجريء الفوتو سنس بروس فين? في جرين ليفز. او اي جرين بارد. لان ممكن النبات يبقى واحد من الاشكال اللي قدامك. ركز بالله عليك. انا عندي ستم نمبر وان وستم نمبر تو. عندي ليفز نمبر وان وليفز نمبر تو. مين شاطر يقول لي تعالى نشرح? هو مين اللي حيبقى شغال في وان واتو? ليفز. لانها جرين وجرين. صح? لكن اللي استم تحت. هل الاتنين حيشتغلو? ده فيه استم لونه بني ماينفعش. اللي هو زي الشجر الكبير. او الشجر اللي في الشارع. لونه بني مفوش كوروروفل. وفيه استم لونه اخضر زي الجرجير. اي هيربس بلانت. اي نبات عجلي. لما تروح لارست بتاعة الخضار الصبح. ده عشبية صغيرة. الساق بتاعها الاستم بتاعها لونه ايه? اخضر. طب ليه مستر? لان النبات بيعتمد عليه جزء منه في الفوتو سينسس. يبقى فيه نباتات بتعمل الفوتو سينس بروس عن طريق الليف بس. وفيه نباتات بتعمل عن طريق استم وليف. فيه نباتات بتعمل عن طريق استم وليف روت. بس دي سبيشيال اوردر بقى مش ليك. دي شغل كليات ان شاء الله. ان فيه بعض الاحيان. ادي السويل سيرفز. ادي. عبارة عن صولد روك. ركز عشان تتقفاهم. صولد روك. جيت انت بالصدفة للأسف زرعت هنا. ماشي جماعة? حضرتك لما زرعت هنا انه بتطلع الليف بتاعته الف مبروك. سينبات ده هيشتغل بالستيم والليف. ركز. الروت بقى جماعة. الروت هيبدأ ينزل حيقابل مين? الروك. هل يقدر يكمل? ما يقدرش يحفر الروك. فيروح عامل تشينش اتس دايركشن. اول ما يوصل للسيرفز يبدأ يغير بتاعه. ده عبارة عن حاجة اسمها يعني يا مستر جزور هوائية. عايز اسألك سؤال هل الكلمتين قريبين من بعض ينفعوا يركبوا على بعض? ده الجزر بيبقى موجود فين? تحت الصيق. ده اسمه جزر هوائي يعني ايه جزر هوائي? قابل حاجة صلبة فرح مغير الاتجاه بتاعه. اول ما يطلع النبات اشتر مني ومنك. طب اشتر مني ومنك بيعمل ايه حضرتك? بيعتمد على ها? بيعتمد على ايه? على استأذنك دي في الكلام ده. لو سمحت. انا ماشي نستيب بيستيب بالله عليك. تبقى فاهم. مش حافظ. يلا. طب دلوقتي انا عايز ادخل بقى جوة الليف. جوة الليف يبقى انا حوصل او حدخل لمكان جواها عشان ابدأ اتكلم عن الفوتو سيمس بروسوس. اهم مكان جوة الليف اللي مخليها لونها اخضر هو مادة. طب الكولوروفيل ده موجود فين? قال لك يا جماعة موجود جوة الجرين بلاست. على كده براحة. نرسم مع بعض الجرين بلاست دي يا شباب او الكولوروبلاست. الناس اللي كانت مركزها معنا السنة اللي فاتحنا رسبناها هي والميتو كوندريا. ارسم معي بعد اذنك. دي بقى رسم لازم ترسم. مش معك الم بقى دور على الم. تعالى حبيب اوه الم اوه. لا اله الا الله. طب حداد يرسم. طب يا جماعة وزعوا الم على بعض. اهو يحب. حاجة تانية. هلم كمان. يلا بين. ترسم كده شباب الكومفكس شيء. شكل كده. محدد. لا تقريبا خلاص كده. استنى نشوف. ايه? الاقلام دي ترجع بعد الحصة هه? ارسم كمان جماعة واحدة تانية. حد فاكر الشباب ايه ده? غلط. ده اسمه دبل ميمبراين. عمد الله عالسلامة حداد. حداد صح? بتكلم. بعد كده. الدبل ميمبراين ده جماعة على فكرة ما بيتزيدش عن تين نانو ميتر. بيتكون من تو ميمبراين. ابر and lower. او اوتر and inner. ارسم كده عبارة عن سلاكويتز او ليتز او او اتش ادر. يعني صفايح فوق التانية. مش بقى اي عدد. دي بيبقى اسمها جرانا. الجرانا دي جماعة بيبقى حجمه زغير جدا بتبقى متكونة كل جرانا من ففتين سلاكويت. يعني خمستاشر صفيحة فوق بعض. عشان تكون لك الكمباكت دي. اعمل نقط. النقط دي. اسمها ستارش. ده عبارة عن لارج موليكيول. بولي سكرايت زي ما اخدناها قبل كده. ايه اللي بيحصل له يا مستر. بيتحول له جولوكوز لما يتكسر ويديها الانيرجي. عندنا? اجزاء كده. حد يعرف الاجزاء دي ايه? دي ايه? تمام? عشان بعد الشر اللي حيغامر بقى ويكمل علم يعلوم. نهائي بقى حضرتك حيبقى عندك شابتر كامل اسمه دي ايه. في اوله ان فيه سامور جانيولز فيها حتت من الدي ايه. زي الجريم بلاستد والميتو كوندريا. المكان الفادي ستريوما. اللي احنا كنا بنوله عليه اسم تاني اسمه. في الميتو كوندريا. حد يعرف ايه اهم مكان في دولت? هو كله مهم. بس اهم مكان? الجرانة. لان الجرانة دي بيبقى جواها عبارة عن البيجمنتز. نسمتو? طيب نكمل. يبقى الجرانة اللي هو الجزء الاخضر اللي في النص ده. هو اللي فيه البيجمنتز. هو اللي فيه البيجمنتز. اللي هي الاصباغ. ما لها الاصباغ دي يا مستر? اشهر سبغي مشهورة عندنا اسمه? كولوروفيل. التاني اسمه زانسوفيل. الثالث اسمه كاروتين. حضرتك انت عليك الكالر والراشيو. الكولوروفيل اللي فيه منه نوعين. فيه كولوروفيل ايه وكولوروفيل? بي. الكولوروفيل ايه? ده بيبقى لونه يا جماعة بلو جرين. اخضر جراء. ده دليل. اخضر غامق. ها? فاتح ولا غامق? غامق. بلو جرين. الكولوروفيل بي ييلو جرين. ده لونه فاتح. بس لما بينضفوا على بعض. هما نسبتهم سبعين في المية. يدوك لون جرين خالص. يبقى واحدة اخضر مزرق والتانية اخضر مسفر. لما يجوا على بعض يدوك لون الاخضر الغامق. صح صح. وينتي فايف وفايف. دول مين يا مستر? دول عبارة عن اللي التن اللي فاضلين. حد يعرف اشهر واحد بالنسبة لحضرك مين? الكاروتين ده اسمه او لونه اورانج ييلو. لكن الزانسوفيل لونه ليمون ييلو. يبقى تاني? انت مطلب عليك. تبقى عارف النسب بالالوان. طب الزانسوفيل لحيبقى لونه ليمون. ليمون ييلو. نسبته خمسة وعشرين الربع. طب خمسة وعشرين وخمسة يبقى كام? تلاتين يبقى حتبقى كام سبعين. اللي هو مين ومين? كلوروفيل ايه وكلوروفيل? بيه تدرج الالوان كلوروفيل ايه? ازرق غامق. ازرق مغدر. لكن اقل واحد اللي هو اليولو جرين. اي واحد دات. اي وا. زانسوفيل. مع جزء من الكلوروفيل. اللي هو حضرتك لو كنت صبرت شوية. كنت هقول لك ان انت الكلوروفيل ايه و بي دول الاساس. لانه هما اللي بيعملوا ابزوربشن السان لايت. اما الزانسوفيل ده الاسيسري بيجمانس تأبزورب قد ايه? اللي هو الاورانج ييلو. ها نيجي بال الكاروتين اقل واحد. ما بيفرس. ما بيعملش امتصاص. كل ده بيروح لمين? للكلوروفيل ايه? لان هو اللي بيعمل لو بصت على الالوان اللي عندك دي. بص كده. تعرف الكلام بتاعنا. ان انت عندك كم نوع من البيبر? اللي هو الفلفل? تلاتة. عندنا اخضر. واصفر واحمر اللي في السوق. الاورانج ده قليل جدا. ماشي? الاخضر ده حيبقى في مين? كلوروفيل اهو. زا بيبر كالر ار دفلانت اكوردنج ده. زا تفاون السل. زا جريم بيبر بيبقى في هاي بريسنتاج اوف جريم كلوروفيل. تمام كده? رحنا بقى المين لليالو. اليالو بيبر حيبقى في زانسوفيل. طب الاورانج والرد حيبقى في مين? الكاروتين. تمام فنفور ام جي. بص كده في سؤال. test yourself. اولان ياهو. why increasing the amount of magnesium element? ها. ايه اللي يحصل? للrate of carbohydrates. هاي بقى? دي. زا لزا 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 فكلما الكلوروفيل يزيد. كلما تزيد. فالكاربوهيدريت تزيد. مش لازم تبقى ما بينهم هما الاتنين. لازم تعرف انت رايح فين. ماشي? عندنا سؤال test yourself. هنحله في الملزمة مع بعض. هنروح اجيبي الملزمة. وحلنا مع حضرتك. اهو يا حبيبي افتح كده الملزمة. بعد اذنك. او بص قدامك. اه. 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 انا عايز بس الناس تبص على الاكس والي والزد. احد يعرف الاكس اللي وصل لصبعين ده حيبقى مين. يبقى تكتب عليه كولورفيل. واي. زا لزا لزا لازم اكتب كده. ها. الاولاني ده كولورفيل. الثاني زانسوفل الثالث كاروتين يلا شباب من يحل the most light energy is needed for the photosense process عاول معنا فضل يا هاجر هاي ببقى x تمام لان x ده هو مين تمام اللي هو الكوروفيل يلا بينا which of these pigments found in high percentage in root of carot زد لان زد ده الكاروتين هاي مين في دولة is high percentage in stem of crocus اللي هو عبارة عن الملوخية حسن x ان الملوخية لون هاي حسن كبرتي كبرتي which pigments following element efficiently for chlorophyll absorption of light يوسف ماجنزيام بان هو بيدخل في تكوينه بص بقى السؤال التالت ده هسيبك تركز هوقف ريكورد لحظة هو واسيبك تركز ثلاث وحد هتبقى سي ليه بيقول له هو الاولى بيها تلاتة ايش والتانية فيها واحدة بيناقص اتنين هل السي هل السي اختلف لا السي زي ما هو السي زي ما هو تمام طيب هل الاتش اختلف ايو نقصت اتنين نقصت اتنين طب هي بتبقى سي اتش سيفينتي تو هتبقى اتش سيفينتي تمام هقل تو برافو طب ال او هل اختلفت زودنا واحدة زودنا واحدة يبقى او فايف هتبقى او سيكس الان زي ما هي والم جي زي ما هي يبقى الاجابة هتبقى سي الناس فهمها جماعة افتح كده ما لازم بتاعتك للناس اللي جيبت المنزمة معها ايه ايوة يا حداد الاخيرة مش فهمها رمز يا حداد الكولوروفيل العادي سي فيفتي فايف اتش سيفينتي تو او سيكس ان فور ام جي حضرتك بدلت سي اتش سري بسي اتش او هل السي اختلفت السي زي ما هي يبقى سيفيفتي فايف الاتش كانت اتش سري بقت اتش يبقى ايه اللي حصل قال لنا اتنين كانت هي اتش سيفينتي تو هتبقى اتش سيفينتي تمام ال او زادت ظهرت او جديدة يبقى بدل او فايف هتبقى او سيكس وهكذا تمام فين الملازم سيارتو سيارتو اتش اتش قبلها سيرتي تو ففتي اه طب خلص نطلعه بالراحة بقى ركز بالله عليك نحل كده بالراحة مع بعض هحل معكم انا بالترتيب معكم عشانتوا عادتكم قليل سيفينهم ايه السبستانس ايه دي يا شباب مش رايحة للسيف بما اني رايحة للسيف باكيول يبقى اسموز هاجر حولي السوديوم ايون هتحول من البي من المكان ايه اللي فيه ايون جتيل لأيون قليل يبقى بفيوجن ياريت الصوت وراء بعد ازنق حل اللي بعدها هاجر بعد ازنق الوطر هتجي من البي لل ايه من الوطر العالية للوطر قليل هتبقى اسموز 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 منت افوتر فروم هاي concentration to low concentration تمام يلا يا يوسف ياسعيتر which of the following element needed for protein synthesis ايه نيتروجن ليه عشان النيتروجن من ضمن مكونات البروتين لازم يبقى موجود number four تفضل يا سلام iodine يعني list amount list used الاقل استخداما اللي هو بيبقى micro ناخدنا الماكرون micro مالك شعير مين مالك شعير number five فضل يا حسن مين في دولة هتحتاج لل ATP هو يعني يا حسن تحتاج لل ATP سمع اكتف transport من اللي تعمل اكتف transport ايه ليه لأ عشان بره لو وجوه هاي نازقين في بعض قول يا يحيا هتبقى الاجابة دي اخترت دي اكتر منها انه بيقول لك ازاي في قلنا ده عبارة عن بيعتمد اعتماد كل على يلا يا سعداوي يلا يا برا برا element x is not absorbed because c هتقول لي يا مستر ما هو ممكن الاجابة تبقى a it has a big size هو هنا ما كلمكش على size هو هنا كلمك على a concentration يبقى هو موجود بس انت مش عايزه والسؤال ده هتلاقيه تقريبا في اخر واحدة كمان بس يلا بينا the plant depends in the absorption of z z z حضرتك برا في السويل الاعلى هو مدام برا في السويل الاعلى يبقى diffusion وما y اللي في السويل الاقل هيبقى active transport number four نرجع تاني مين يحل في الالاين يا جماعة محدش معنا في الالاين اتفضل يا بقول ماشا مثلا number four تبقى iron number four iron اش معنى طبعا iron من ضمن الحاجات اللي عاد اشتادم ك coenzyme اتفضل ايه اية number five ليه y احسن من z تبقى z first element is absorbed by active طبعا احنا مش شرط ان الاكتف ترانسبورت تبقى هي اعلى او اقل هي الاجابة هتبقى ايه ان البلانت بحتاج y اكتر يعني الميكانيزم ما بتأثر شي ايه لكن احتياج النبات هو اللي بيأثر number eight تفضلي هاجر اهنف دولة بحتاجه عشان اقدر ابزور باجنس تعكس يعني اعمل active transport ايه هاختر من مايكرو لأ مش شرط طب نشوف سما فوسفورس فوسفورس ان الفوسفورس بيخش في مكونات الطاقة اللي احنا محتاجينها عشان نعمل active transport لل ATP هازين نشد شوية واضح ان الامتحان اللي جاي حيزع على الناس كتير يلا يا زعتر طبعا هنا كله انا بحتاج كل الخواص دي يلا يا زعتر number 10 هتبقى B برافو عليك هو بيقولك مين في دولة active transport لان جوه 150 وبره ال بوتاسيوم 5 فعشان تيجي من 5 ل 150 يبقى من قليل العالي برافو وتو اللي هو السوديوم لان السوديوم جوه 15 وبره 144 طيب الرسمة دي حد فهمها حدش فهمها اشرح انا تقريبا تقريبا سي طيب براحك يا جماعة بيقول لها حركزة اوبز اتفجر شو the transfer of cells through the cell membrane if you know the concentration of sodium ion inside اقل يبقى الـ sodium ion امتى اقل جوه جوه اقل والبوتاسيوم ion inside اكتر والبوتاسيوم عكسه فهو بيقول لك شوف الموفمنت بتاعة الارو ده هيت افهم منها ايه عاملك الـ x لبرا لانسايد قصدي الـ l لجوه عاملك الـ z وال- y من الدايرة هاي اللي في النص ميستر انا مش فاهم انزل كده بص على الاختيار ايه وانت حتفه active transport للبوتاسيوم ليه لان البوتاسيوم يا جماعة اللي هي ال- y مالها جاية من بره لجوه من بره لجوه والبوتاسيوم كمال يا جماعة كان inside the cell is higher فمدام جاي من ال- lower لل- higher يبقى البوتاسيوم ده حيب ايه active transport بص على active transport بتاعة ال- sodium عاملك z z اللي هي منين لفين من جوه لبرة لان السوديوم جوه قليل lower than outside يبقى كده هنا جماعة في الاولة والتانية صح وال- diffusion العكس ال- diffusion ممكن ممكن يكون كلام معه واقع لانه نسا مذاكرش يلا بينا a piece of fresh potato is put into a diluted sacros solution عد فاكر لما حطه على sacros ده دليل ان انا d زودته وبدأت بالprocess ان انا اشتغل للايه للأسموز بنك المعرفة هبعته لك يا جماعة كله دلوقتي حالا على الجروبة هون